وصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها لتنفيذ مبادرة انت الحياة بمحافظة الشرقية لليوم الخامس أعلى التواني يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالتنسيق مع مدريات الصحة والثقافة والشباب والمجلس القومي للمرأة المجلس القومي المرأة مشارك مع مؤسسة حياة كريمة في مبادرة انت الحياة بأكتر من نشاط من ضمنها تدريبات الحرفية مشاركين بست تدريبات حرفية الرسمة على القماش الرسمة على الخشب خرص النول صناعة الصبون وصناعة منتجات بالمزايك الزجاج المعشق مستهدفين 120 سيدة من أهالي القرية دربنا خلال ستة أيام فاليوم السادس ده بيكون احنا بنفنش خلاص القطع بتاعتنا اتعلموا ازاي يفنشوها ويورنشوها بشكل كويس ازاي لو عاملين إطار البرواز مثلا أو مراية نبدأ نركب المرايات فيه ازاي فكنا بنقفل كل المنتجات لو فيه تطش صغير بنحطه عشان يقدروا انهم يشوفوا لو هنعمل مشروع يبدأوا يفتحوا مشاريعهم ازاي يعني خلصنا الشغل اللي احنا عملناه وبنشطبه وبنشوف حاجة نقصة كده البراويز برضو عملناه بالشم وركبنا فيها المرايات